طيب هنفتح شوية صور ونبدأ نتكلم على الصور دي وإحنا الصور بتاعتنا دايما بتبقى الصور فيها حاجات وحشة يعني تبقى صور لطيفة يعني بس ندردشة يعني ما فيش حاجات صوت هنشوف الصور يلا نبدأ اختر واحد حبيت الشغولي معنا لا التلاتة أنا الشغلات معهم تلاتة أجبار يعني 100 في المية تلاتة أجبار احنا بيكلم كابتو حسان وحسن كابتو حسان كابتو حسان كابتو حسان وحسن ده أكتر حال احنا باحترم يعني كابتو حسان بدري برضو أضفلي كتير يعني احنا بأكيدة دول كل اعرفك بس عشان أريحك لا انا فاهم والله ان كل اللي جاي احسن هم تلاتة شغلت معهم تلاتة مدربين كبار يعني بس كابتو حسان أكتر مدرب من تلاتة اخر واحد شغلت معه بصراحة هو يعني اعتبر رجع صبر للفتر الفاتد دي شوف الصور اللي بعد كده فييرا مارتنيول جريدو اه فييرا انت ختسائل اليدا مع الزمالك طبعا احسن الناس اللي اشغلت معه مضافلي كتير يعني وكان بص يعني من أحسن الشخصيات المدربين ممكن التعامل معه في حياتك بيعرف يتكلم على اللعيب بيعرف يعمل اللعيب نفسيا كويس وفنيا مدرب كبير بالمناسبة ليه مارتنيول وهو اسم كبير اسم كبير علامي يعني ليه ما نجحش مع النديلالي هو مش قصة ما نجحش فيه مدربين ممكن تتقدم بشكل مش كويس هو يبقى فيه طبعاً للناس يحسن انه هو مش كويس وهو حش فهو يبقى يبقى بدك كده بس هتك كنت تحسنه مدرب كويس اه اه طبعا مدرب كويس اه طبعا طبعا ايه اللي كان عيوبه أو ايه اللي خليه بنجحش مع النادي الاهلي هو النادي الاهلي او نة زمالك ممكن يبقى مدرب كبير بس هو نتايق خلاص مش مش مساعدة انه هو يكمل في النادي الاهلي فخلاص فخلاص مش.. نشوف السورة اللي بعد كده. علي معلول أحمد فتوح محمد حمدي. ممكن ترتبهم. علي فتوح حمدي. علي فتوح حمدي. لا ترتب. اه. اه. مشي. طب لو انت حبيت تحط نفسك بين التلاتة. انا بعدهم بطل. لا دي جا دعانا منك. اه بعدهم. انا قلقت مع علي والأخ بالنسبالي. يعني علي. وحمدي كان مصعد معي في الأهل ناشئي. يعني قعد معي سنتين في الأهل ناشئي. وفتوح طبعا ماشو الله ماشو بقاله سنتين حاجة محترمة. بيقوله علي معلول عنده صفات القائد. عنده اللعيب الكابتن. عنده صفات شخصية. بيعرفي الأمو بيعرفي تكلم. وأول ملعب بيعرفي يوجه. فدي حاجات ما بتلاقش فيه العيب. اه طبعا عنده صفات دي. انتعملت معي. اه طبعا. عدت معي ثلاث سنتين. سنتين وشوفي الأهل. من أول مجيه هو عنده الصفات دي ولا هو كنت تسبها؟ لا لا من أول مجيه. من أول مجيه. من أول مجيه. والأهل برضو بيضيف. والأهل طبعا بيضيف. طبعا. والأهل طبعا بيضيف لقيا حد. الشخصية النادي الأهل نفسها. هو الملعب وبرا الملعب بيخليك الكرير طبعا تاني مختلف يعني. هاي. شوف السؤال اللي بعد كده. آه اللعب على مية بقى. احنا منتكلم في ديفيز وربيرسون وكانسيلو. كانسيلو روبيرسون ليفربول وديفز بايرمان. لا ليفربول احبه. روبيرسون. اه. احبه. مين في الثلاثة تحس انه يعني انت طريقة لعبك الشباه طريقته. اسطيلك يعني. مش اسطيلك بس انا بحبه يعني. روبيرسون. اه. ديفيز محمداني اللعب علي ماتش حلوة. محمداني برضو اللعيب كبير يعني. اللعيب كبير طبعا. وبالعدي حيونادي الاهلي برضو. وكنسيلو اصلا موظف. لفت باك. الظبط هو مش باك لفت باك. مش باك لفت باك. مش باك لفت باك لفت باك. عشان جابه لك هو على. روبيرسون. بنسون طبعا. نشوف السؤال اللي بعد كده. الاتحاد بقى مع. الاتحاد. خلاص مع يعني. لا نرجل الاتحادة ودلوقت. الاتحاد. الاتحاد بس انا شايف غير الاتحاد. طبعا. اهلي زمالك والاتحاد. الاتحاد. الجماهير بالمناسبة جماهين الاتحاد. من الجماهير اللي هي. بسموها ايه. مشاعرها مكشوفة. يعني لو مبسوط هتلاقي بيرفعك في السماء. زعلان منك بقى زعلان بقى. بقين عليهم زعلان. مش بقين عليهم زعلان. بقين عليهم زعلان. بس الله ساعد بقى. من روح متشاط باللاقي. ممكن نلاقي مشاجعة واحد جاي ورانا. فهما بيحبوا النادي قوي. يعني. لجمال الاتحاد. بصراحة. احنا نتمنى يعني. نحنك العيبة. ان شاء الله. السنادي اللي من نفسنا كده كويس. وصعب بعض. نحن نعمل حاجة كويسة اليوم. نحط الاتحاد في مكانها كويسة. ليه بإسمه يعني. الاتحاد ده فعلا. فعلا ما يحسش بقيمتوا. ولا لعب في نادي الاتحاد. نادي كبير فعلا. فحنا ان شاء الله نسعادهم بإذن الله سانية. اخر حاجات. تعامل ايه مع السوشال ميديا؟ انا بعيد عن السوشال ميديا. خالص. اه يعني انا كالصابري مثلا. مش من النوع اللي بنزل الصور كل يوم مثلا. او كل يوم على السوشال ميديا. انا بشوف اسمع كده بس. واتعدي. اه واتعدي. طب لما بتشوف وتسمع. انا دائمين بقولي اللعيبة بتاعي بلوقتي غير اللعيبة بتاع الزمان. لعيبة الزمان كان اخرها اخرها. لو الجمهي له هتهجمها هتهجمها في المدرجات. دي حقيقة. لكن دلوقتي انت هتراوح البيت لان نفسك الثرينده فوق وتحت. لا لا ما بردش. لا لا لا. ممكن يا فتأثر. انا محبش حد مثلا. انا محبش حد مثلا ايه. اه يغلط فيه او يهني او يقول كلمة يتزع عني. بس الوقت أنا بحط نفسي ما كانت الجمهور يا كابتل أنت معلش أنت واحد دفع تذكرة و جاي وراك وماشي في الأخير أنت ممكن تعمل مرش وحش هو ممكن بيتكلم عليك مثلاً بصرقها مش كويسة هو زعلنا عشان أنت مثلاً يكون توحش النهاردة هو أنت لو كويس زي ما أنت بتقول برفعك في السامة هو عادك تبقى كويس على طول مش عادك تخسر أو عادك تعالي بس الحاجات اللي هي الحزار بقى اللي بتحصل لكل اللعيبة وإنه نهزر وكما بقى الحاجة دي ممكن أن تتعلم عليك حتى لو هي هزر عليك مزعلش خلاص ده ما الحاجة فاني وحاجة ما فهاش تجريح قوي خليبك ما هنممكن برضو إيه تلاقي واحد يشتم بالأب ويشتم بالأم لا لا دي الأمرار ما تبقى بقبولة بس واحد يقولك مثلا كابتل شد عليك شوية كابتل إن شاء الله تركش شوية أعمل أفر حلو واسم لعك حتى في الشرع وانت بتقول لي كده اسمعك عادة بفيش مشكلة فرصة بس أن واحد يقولك يا كابت كريم ممكن أن تتكلم فعب أي حد حتى اللي بينتقدك هويس عاب بيبقى كويس وذا طبيعي انت راجل معروف والناس عارفاك فهتقبل الحاجة كويسة اتقبل الحاجة الوحش إيه كوميكس اللي تفتكره ما تنسوش مش فاكل وزارة خلاص بس فس فيه كتير يعني حد كتير يعني بصراحة يعني عادة أنا مكنت أشوفك في اللقاءات او أشوفك في مبارات بشوف شخصية هادئة نقية ما عنداش اي مشاكل تصورت ان الشخصية ديت ممكن يبقى فيها بعض التمثيل ومش حقيقية بس اللي شفتوا النهاردة هو اكتر من حقيقية بشويتين تلاتي بجد والله اكتر انا بسط جدا والله يعني عادة الحوارات ما بتخلص هادئة كده بس الحوار خلصان هادي وممتع جدا انا بشكرك شكرا جزيك ودائما موفق ودائما رائع ودائما اسم كبير في القرآن شكرا جزيك